لجنة صياغة الاتفاق تنهي أعمالها وتسلم الوثيقة للعسكري وقوى الحرية والتغيير اليوم أعلن المجلس العسكري عن فراغ لجنة الصياغة الغانونية لوثيقة الاتفاق من أعمالها وقال إن الوثيقة ستظلم للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير صباح اليوم الأربعة في وقت قالت فيه قوى الحرية والتغيير إنها ستعمل مع العسكري كيد واحدة من أجل إنفاذ الاتفاق قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري فريق شمس الدين كاباشي في تصريحات صحفية أمس عقب لقاء أعضاء الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير برئاسة المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح برهان قال إن اللجنة المكلفة فرغت من أعبال السياقة القانونية وتحتاج فقط لتدقيق نهائي مؤكدا عدم وجود أي شيء معلق بها يعني سيد عبد الحميد هل توجد خلافات بشأن صياقة النهائية للوثيقة الاتفاق الذي أبرمه مؤخرا طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحديث عن خلافات جوهرية وأساسية يبدو حتى الآن غير واضح تماما دارت إرهاصات ما قبل تصريحات الفريق شمس الدين الكاباشي أمس حول وجود خلافات حقيقية حول موضوع الصلاحيات صلاحيات تحديدا صلاحيات مجلس السيادة هذه الفرضيات الخلافية عززها تصريحات نسبت لرئيس المجلس العسكري لانتقال الفريق أول ركم عبدالفتاح البرهان تحدث فيها مثلا عن إنه من حق مجلس السيادة نقض قرارات لمجلس الوزراء أو فيتو على قرارات مجلس الوزراء كان هناك اعتراض كبير من قوى إعلان الحرية والتغيير على هذه التصريحات باعتبار أنها منافية للاتفاق ومنافية لجوهر النظام الذي ارتضاه الطرفان في وثيقة الاتفاق أو في مبدأ الاتفاق باعتبار أنه النظام نظام برلماني باعتبار النظام البرلماني تكون فيه السلطة بصورة واضحة لمجلس الوزراء مجلس السيادة ستكون له صلاحيات إلى حد كبير صلاحيات هي تشريفية صلاحيات سيادية رمزية أيضا حسب الاتفاق وما فهمته أيضا هناك صلاحيات للمجلس العسكري قد تكون أو للعسكرين على وجه التحديد فيما يتعلق بقضية الأمن والدفاع هذا الأمر محسوم منذ فترة أنه يكون لصالح العسكريين خلال الفترة الانتقالية نحن ننتظر الآن تسليم المذكرة وسوف نكتشف إذا كان هناك خلافات حقيقية أم لا طيب قبل أن نتحدث عن المذكرة أو الوثيقة هل هذه هي الحقيقة؟ هل هذا الخلاف هو خلاف حقيقي أم هناك شيء ما؟ إن صحة هو خلاف حقيقي بالطبع الخلاف عن صلاحيات الناس الذين نظروا لهذا الاتفاق وللفترة الانتقالية يتحدثون عن مؤسسات انتقالية لكل مؤسسة انتقالية استقلاليتها وقرارها ولا تتدخل ولا ينبغي أن تدخل أي مؤسسة أو تتغول على صلاحيات المؤسسة الأخرى مثل ما هذه المؤسسات؟ من تقصد؟ أقصد مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي في حالة تشكيلي بعد الثلاثة الأشرة؟ نعم، كل من هذه المؤسسات لديها صلاحيات واضحة الصلاحيات التنفيذية معلومة لمجلس الوزراء صلاحيات التشريع والرقابة للمجلس التشريعي، البرلمان الانتقالي مجلس السيادة أيضا له الصلاحيات بتعلق باحتماد القوانين باحتماد ترشيحات الوزراء، تسمية السفراء أيضا احتماد السفراء أو حكام الأقاليم، كل هذه الأشياء هي ستكون بصورة أوضحة اليوم إذا ما أعلن عن الاتفاقية بصورتها وبصورة شفافة من الملاحظة منذ بدل التفاوض ما بين المجلس العسكري وقوة إعلان الحرية والتغيير لم تكن هناك الشفافية كاملة لم ينشر الناس حتى الآن الصلاحيات بتفاصيلها واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة في كل مكان هل مهم أن تنشر هذه الصلاحيات؟ لا بد، هذا التزام أخلاقي تجاه الشعب، تجاه الثوار الذين خرجوا وصنعوا هذه الثورة ينبغي أن يعلموا ماذا يدور ولا الكواليس ولماذا لم ينشر برأيك؟ هذا السؤال يوجه للطرفين بحسب ما طرأت؟ في فترة من الفترات، أنا ما أقول أنه كان ينبغي أن نشره كاملا لكن حتى التفاصيل التصريح بها لم تكن بصورة واضحة الحرية والتغيير، مثلا، مثلا، بوريك أنه نحن ما قادرين نحكم الصح منه بتقول أنه مجلس السيادة لديه فقط صلاحيات تشريفية رمزية مرتبطة بالسيادة بينما العسكر يقول أنها لدينا صلاحيات حق البيتو حقيقة حقيقية بما فيها كما قال الفريق أوروكن عبد الفتاح البرهان الفحص الأمني أو الفحص الحزبي الاثنين لأي شخصية يتم ترشيحها لأي وزارة هذا تناقض كبير ما بين الطرفين في هذا الموضوع لن يحسمه إلا موضوع وثائق الاتفاق أو نشر الاتفاق نفسه في هذه النقطة، أين مبعوثي الاتحاد الأفريقي؟ من هذه التصريحات التي ربما تقل بكثير من الأشياء التي تم ذكرها فقط أنا لاحظت من خلال آداءهم وجد شي طبيعي أنهم كوسطة أنهم حريصين جدا على السرية بعض الأمور لأنهم يفتكرون دبلوماسين، هذه هي طبيعة الدبلوماسين أي شيء يخرج للعالم قد يضر النشر قد يضر به ذلك لكن القوة الحرية تغيير نفسها أو تحديدا هي ملزمة أكثر من غيرها بأن تكون واضحة مع الناس فيما يتعلق بكل خطوة تخطوها وغيرت على ذلك خلال الفترة الأولى من الثورة نفسها هل كل هذه التداعيات ربما هي من قادت للتأخير أم هناك أسباب أخرى؟ الواضح أنه خلال اللجنة الفنية القانونية يعني تم الحديث خلال 48 ساعة طيب الحديث الحصل أنه اجتمعت لجنة قانونية فنية من الطرفين لصياقة ووضع الاتفاق السياسي الذي تم في فجر الخامس من يوليو الماضي في إطار قانوني فيبدو خلال العملية البروستس دي كان حصل بعض الخلافات بين الطرفين حتى داخل اللجنة الفنية القانونية هل في تفسير القانوني لما تم من اتفاق سياسي يبدو لي أنه كان واحد من اجتماعات مهام اجتماع أمس بين رئيس المجلس وقوة إعلان الحرية وتغيير أنه تجاوز هذه الخلافات الفنية يبدو لك أم مؤكد وقد تم أعتقد بما أن الحديث الآن قفذ إلى الحديث عن أنه تسليم الصيغة النهائية للاتفاق في إطار قانوني للطرفين يبدو أنهم تجاوزوا كل الخلافات طيب بالتجاوز كل هذه الخلافات هل هناك تحديات ربما ستواجه طرفين في المرحلة الانتقالية وتعود بك لمربعات لم نكن الناس يودون الناس أن يرجعون عليها بالتأكيد التحديات كبيرة جدا جدا تحدثت في مرات سابقة عن عامل الثقة المفقود ما بين الطرفين منذ حادثة فضل الاحتصام في الثالث من يوليو عدم توفر هذه الثقة يحتاج إلى عمل كبير جدا جدا من أجل إعادة هذه الثقة المفقودة أعتقد أنه حتى الآن فيه اتفاق تم لكن الثقة لم تتوفر فيه حتى الآن خاصة وأن الجماهير الواقفة وراء قوة إعلان الحرية والتغيير حتى الآن هي أكثر تشككا في مصداقية المجلس العسكري بل أكثر غضبا حتى الآن على المجلس بسبب حادثة فضل اعتصام محيطة القيادة العامة للجيش السوداني سيما بعد نشر عدد من مقاطع الفيديو أمس بدأ نشر عدد كبير من مقاطع الفيديو بعد عودة الإنترنت أصهرت فضائع جرائم حقيقية انتهاكات جسيمة ده عاد الغضب على المجلس العسكري ما تأثير ذلك على الاتفاق الذي نتوقع أن يبرم في اليومين القادمين هل من تأثيره؟ هي أمر محتمد على ما يمكن أن يحدث إذا وضحت الآن أنه في حقيقة داخل هذا الاتفاق حديث عملي ليس قولا فقط عن لجنة التحقيق الوطنية المستقلة وتسمية أعضاء هذه اللجنة من أشخاص فعلا مهنيين ومستقلين للتحقيق حول ما جرى يبدو لي أنه ده ممكن يخفف حدة القضب التي بردت منذ يوم أمس بعد أن شاهد الناس هذه تلك الجرائم في الخبر الكباشي ذهب في تصريحه بأن اللجنة فرغت من الصياغة الغانونية ولا شيء مقلق فيها وتحتاج للتدقيق كلمة تدقيق هذه حمالة أوجه كثير ما أعتقد أنها حمالة أوجه تصريح في مكانه أنا في النهاية مجلس العسكري قوة إعلان الحرية والتغيير كلفت لجنة اللجنة تعيد هذه الصياغة النهائية للأطراف بالتالي أنا كمجلس العسكري أو حرية أو تغيير بحاول أنه إلى أي مدى طابقت اللجنة القانونية ما بين ما اتفقنا عليه وما صاغته في الإطار القانوني نحن نتوقع أنه مباشرة بعد هذا التدقيق يصدر تصدر مراسيم دستورية للتقنين للتقنين هذا الاتفاق لتصبح دستورا أو مراسيم دستورية موقتة أو إعلان دستوري ثميه ما شئت أو ربما يجد تسميات أخرى في الماضي كان البشير في أيامه الأولى يسميه مراسيم سورية فالآن شايف الاتجاه نواشين إلى إعلان دستوري سيكون هو الذي يحكم أساس للحكم خلال الفترة الانتقالية